اهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا يتجدد اللقاء في المحاضرة التاسعة من مقرر قانون الاعمال بيزنس لو ستكون هذه المحاضرة بعنوان التوقيع الالكتروني زي ما تعودنا محاضراتكم ان هذه المحاضرة هتكون لها مجموعة من المحاور اللي هنتكلم عنها هيكون لها ثلاثة محاور مفهوم توقيع الالكتروني المحور الاول بعد كده عندنا شروط حجية توقيع الالكتروني ده امر طبعا من ناحية الاسبات وعندنا طبعا الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني هنبدأ بالمحور الاول اللي هو مفهوم التوقيع الالكتروني في محاضرتنا طبعا الانتشار الواسع والمزهر للتجارة الالكترونية ده من جانب واللجوء المتزايد للعقود الالكترونية الاتنين دول قدوا الى ضرورة ان احنا نبحث عن بديل للتوقيع التقليدي عشان ما يكونش هذا الامر عقبة امام التعاملات الالكترونية عبر الانترنت طبعا هذه الجهود اصفرت على ايجاد شكل جديد غير مقلوف من التوقيعات وهو توقيع الالكتروني وطبعا ده بيختلف شكله ومضمونه على التوقيع التقليدي بيعتبر انه بيوضع على محرارات تختلف في دورها عن المحرارات الورقية طبعا احنا نتكلم وانحنا نتكلم على مفهوم التوقيع الالكتروني هنتكلم على تعريفه هنتكلم على صوره وخصائصه طبعا التعريفات دي فيها جزء ورد من الناحية الفقهية ومن الناحية القضائية وطبعا كانت هناك جهود لبعض التشعر وإذا مسألة التوقيع الالكتروني دي مسألة مرتبطة للتطور الذي وقع في الحياة وطبعا زي ما احنا تكلمنا قبل كده تكلمنا على التجارة الالكترونية وتكلمنا على العقود الالكترونية هذه الامور هي التي ادت الى فكرة التوقيع الالكتروني لانه طبعا هذا الانتشارة التي حدست والتطور الذي طرق على مسألة التجارة الالكترونية وفكرة العقود الالكترونية التي تتبطت بها اصبحت تتنافى مع فكرة التوقيع التقليدي مش هيؤدي الغرض نظرا لان كل هذه الامور تتم عبر وسائط الالكترونية وعبر الانترنت وبالتالي ففكرة ان انت تعتمد على التوقيع التقليدي تؤدي الى تعطيل هذه المسألة لانه بدلا من انت بتتجه الى السرعة تتجه الى التطور هتبدأ ان انت تتعطل لان انت بتتطلب مسألة التوقيع التقليدي التوقيع العيي بالتالي تماشيا تماشيا مع تطورات التجارة الالكترونية والعقود الالكترونية وفكرة المتاجر الالكترونية كل هذه الامور تتنافى مع التوقيع التقليدي في الصورة العادية ده امر مش هيكون متناسب مطلق طبعا من ناحية التعريفات ونبدأ بالتعريف الفقهي والقضائي للتوقيع الالكتروني طبعا الفقهاء والقضاء الاول تكلموا على تعريفات التوقيع الالكتروني قبل ما التشريعات تتجه الى هذا التعريف طبعا بعض الفقهاء عرفوا التوقيع الالكتروني انه مجموعة من الاجراءات التقنية التي تمكن من تحديد شخصية من تصدر عنه هذه الاجراءات وقبوله طبعا بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بشكل البعض الاخر عرفوا بانه علامة او رمز متميز يعود على شخص بعينه من خلاله بيعبر الشخص عن ارادته وبيؤكد حقيقة البيانات المتضمنة في المستند الذي وقته طبعا بنستنتج من التعريفين دول ان مسألة وضع تعريف فقهي دقيق التوقيع الالكتروني ارتكزت في الاساس على بعض المحاولات المستندة على تحديد الوظيفة المزدوجة المتمثلة في امره اول امر هو اقق من الشخصية اقق من شخصية الموافق والفكرة التانية هي الرضا كتعبير عن الاراضة وبالتالي اذا كانت توقيع اي حق هذين الامرين او هتين الوظيفتين ايبقى توقيع سواء المتخز الشكل اليدوي او متخز الشكل الالكتروني يبقى اذا كل التعريفات دي بتدور في فلك فكرتين يبقى هيتكلموا عنها على انها مجموعة من الاجراءات التقنية هتمكن من تحديد شخصية من تصدر عنه وكذلك انه يقبل مضمون التصرف الذي يصدر التوقيع يبقى هو امر محل افكار هي محل اتفاق ما بين الفقهاء لكن بيرتلفوا في الوسيلة اللي بيعبروا بيها عن هذا الامر وبالتالي احنا كده وقفنا على تعريف فقهي واضح لهذه المسألة هنتكلم دلوقتي عن تعريف القضائي للتوقيع الالكتروني طبعا في مجال النظم القانونية اللاتينية اذا كنا نتحدث عن محكمة جديرة بان احنا نتعرض لتعريفاتها في محكمة النقض الفرنسية طبعا ودي كانت لها باع في هذا الامر وعرفت التوقيع الالكتروني على ضوء التوقيع اللي دي يعني عرفته بانه شهادة بخط اليد تكشف عن رضاء الموقع بهذا التصرف وتمكن من التحقق من اسناد التوقيع لصاحب الوثيق وقررت بانه هذه الطريقة الحديثة للتوقيع الالكتروني بتقدم نفس الضمانات للتوقيع اليدوي الذي يمكن ان يكون مقلدا بينما الرمز السري لا يمكن ان يكون الا لصاحب الكرت فقط كما كرس القضاء ذلك في احكام حوال الاعتداد بهذا النوع الجديد من التوقيعات وبين بانه يشكل توقيعا صحيحا معتد به قانون كل رمز خطي مميز وخاص يسمح بتحديد وتشفيز صاحبه دون لبس او همو وانصرف ارادته الصريحة للالتزام بمحتوى ما تم التوقيع عليهم وطبعا الاتجاه ده للقضاء الفرنسي كمان اخذت به محكمة النقض الفرنسية محكمة النقض المصرية عفوا في في تمانية حضا عشر تسعة وتمانين كان عرض مسألة تتعلق بقبول التوقيع الرقمي في حالات الوفاء بالبطاقة البنكية تطبيقا لاحكم محكمة النقض الفرنسية في هذا الامر اللي كانت متعلقة بالقضية الشهيرة اسمها كريكي داس وده اللي تعرضت فيها محكمة النقض الفرنسية لتعريف التوقيع الالكتروني يبقى بالتالي حتى في مسألة القضاء او مسألة الفقر الامر كله بيدور في فلك مجموعة من العناصر او عنصرين همين اول حاجة ان انت تكشف عن انصراف ارادة الشخص الى انه يوقع على هذه الوثيقة وكذلك ان سألت ان احنا نقدر على بديد شخص الموقع دون لبس او جموض هما الامرين دول بيتم تطبقهم على التوقيع الالكتروني او على الامر من انها تقليدية وبالتالي من خلال مجموعة الافكار الفقهية والقضائية التي طرفناها بيتضح ان التوقيع الالكتروني ده وسيلة فديسة لتقديد هوية صاحب التوقيع وانه طبعا رضائك بالتصرف القانوني الموقع عليها وبالتالي بيقوم بذات وظائف التوقيع التوقليدي المعهود كل ما في الامر انه بينشاء عبر وسيط الالكتروني استجابة لنوعية المعاملات التي تعتبر بدورها الالكترونية ووجب التوقيع الالكتروني عليها نظر لانه ما كفيش مكان للاجراءات اليدوية وهي ان كانت الالفاظ او العبارات المستعملة في تعريف التوقيع الالكتروني فانا تتحدد في المضمون وهو تقديد هوية الشخص الموقع وتمييزه عن غيره هيسو ان العبرة هي بالمساواة الوظيفية بين النوعين من التوقيع بالنسبة الى مسألة التعريف التشريعي للتوقيع الالكتروني فطبعا ده غالبية القوانين سواء مواقع على الجانب الدولي من خلال المنظمات الدولية او الاقليمية او ما اثر ذلك على تشريعات للدول المختلفة في مسألة اهتمامهم بالتوقيع الالكتروني فده طبعا اه امر كان له انعكاسه لان المنظمات الدولية اه نظرا لاهتمامها الشديد بهذا الامر واصدارها للعديد من الوثائق اللي بتنظم التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني كان كرد فعل طبيعي انه تشريعات الوطنية المختلفة قامت بها برد الفعل وهو تبني هذا الفكر وبدأت انها هي كمان قوم بتعريف التوقيع الالكتروني طبعا هنتكلم الاول على تعريف التوقيع الالكتروني وفقا للمنظمات الدولية والتوجيهات الاوروبية وكانت الخطوة الاولى الفعلية لملاد التوقيع الالكتروني تشريعيا هي صدور القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الدولية في سنة 96 وده عرف التوقيع الالكتروني في المادة السابعة منه انه عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوي ذلك الشرط بالنسبة الى رسالة البيانات اذا اولا استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الوردة في رسالة البيانات طبعا وكانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي انشأت او ابلغت من اجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك اي اتفاق متصل بالعب تعريف ده بيركز على ضرورة قيام التوقيع الالكتروني بالوظائف التقليدية للتوقيع وهي تمييز هوية الشخص والتعبير عن رضائه الارتباط بالعمل القانوني على نحو طبعا الورد في الفكرة الولى كمان بيركز على انه تكون طريقة التوقيع الالكتروني طريقة موثوقا بها طبعا محددش الطرق او الاجراءات التي يتعين اتباعها وانما تركها لكل دولة قددها بترقتها ووفقا لتشراعاتها ده طبعا بالنسبة للقانون النموذجي للتجارة الالكترونية الدولية الصادر سنة 96 وده طبعا من اهم الاصدارات الدولية او من اهم التشراعات الدولية اللي صدرت فيه مجال التجارة الالكترونية هو قانون النموذجي التجارة الالكترونية الدولية لسنة ستة وتسع الول نظرية هنتكلم عنها هي نظرية الزمة المالية المستقلة او ما يسمى بالمجموع القانون فحوى النظرية دي اللي هي نظرية الزمة المالية المستقلة للمتجر تكمن في اعتبار المحل التجاري زمة مالية مستقلة عن زمة التاجر لها حقوقها وعليها التزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والتزامات التاجر ومقتضى الأخذ بهذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري لا يستطيع التنفيذ به على المتجر وبالتالي بينفرد بقينه المحل بالتنفيذ عليه دون مزحمة الدائنين الآخرين للتاجر فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر ودي طبعا هي فحوى نظرية الزمة المالية المستقلة ثم جاء بعد ذلك القانون اليوني سترال للتوقعات الإلكترونية سنة 2001 وتحديدا في نص المادة التانية منه عرف التوقع الإلكتروني بأنه البيانات اللي بتكون في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان طبعا موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات وبالتالي يتضح من خلال التعريف السابق أن القانون النموذجي تم بمسألتين هما هوية الشخص الموقع وبيان موافقته على المعلومات الواردة في المحرر وده طبعا بينساجم مع الأصل العام للتوقيع في الدلالة على شخص الموقع والتأكيد على أن رطه اتجهت للتزام بما وقع عليه طبعا جيب بعد كده أو كان في ذات الفترة الزمنية التوجيه الأوروبي في سنة 99 وده كان عرف التوقيع الإلكتروني الفقرة الأولى من المادة التانية منه بأنه عبارة عن معطيات ذات شكل إلكتروني مرتبطة أو مدرجة بمعطيات إلكترونية أخرى والتي تمكنها أن تقوم بوظيفة التعريف طبعا دايما صيغة التوجيه أو التوجيهات فيما يتعلق بأفكار الوثائق الدولية فهي دايما لا تتمتع بصفة الإلزامية وإنما هي بمثابة إرشادات للدول ولكن نظرا للقيمة القانونية اللي بتكون ليها فبتكون الدول حريصة على أنها تلجأ إليها في مسائل التفسير أو أنها تلجأ إليها في المسائل المتعلقة بهذه المسألة القانونية ولكن طبعا هي من الناحية الإلزامية هي توجيهات وليست قواعد قانونية مرسلة والتوجيه الأوروبي ده ميز بين وعين من التوقيع التوقيع الإلكتروني المتقدم أو المؤمن والتوقيع الإلكتروني البسيط أو العادي التوقيع الإلكتروني المؤمن ده اللي بيكون معتمد من أحد مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني واللي بيمنح شهادة بتفيد صحة هذا التوقيع بعد التحقق من نسبة التوقيع الى صاحبه وطبعا بيتمتع هذا التوقيع بالحجية القانونية الكاملة في الاثبات اذا توفر شروط معينة وفقا للفقرة التانية من المادة التانية من التوجيه وهي انه يرتبط التوقيع بشخص الموقع بيسمح بتحديد هوية الشخص الموقع ان يكون قد انشئ بوسائل تبقى تحت رقابة الموقع الحصرية وانه يرتبط التوقيع بالبيانات التي يحيل اليها على نحو يسمح بكشف كل تعديل لاحق عليه اما التوقيع الالكتروني البسيط فيتمتع بالحجية القانونية في حالة عدم انكار اما في حالة انكاره فيقع على عاطق من ادل به ارقامة الدليل على انه قد تم بطريقة قانونية موثوق بها يبقى اذا احنا التوجيه الاوروبي بيدينا معلومة همة ان هناك توقيع الالكتروني مؤمن او منقدم وفيه توقيع الالكتروني بسيط او عادي طبعا التوقيع المؤمن ده اللي بيكون معتمد من مقدمي خدمات التصديق الالكتروني وده طبعا بيكون معاه شهادة يفيد صحة هذا التوقيع اما التوقيع بقى البسيط ده فده تمتع بالحجية القانونية في حالة انه ما تمش انكاره اما في حالة الانكار فيقع على عاطق من ادل به اقامة الدليل على انه تم بطريقة تقنية موثوق منه وبالتالي بنستنتج من خلال العرض اللي عملناه لنموذج القانوني النموذجي لليونيسترال والتوجيه الاوروبي ان على خلاف القانوني النموذجي للجنة اليونيسترال اللي حاولت حط قواعد عامة تسترشد بها الدول عند وضع قوانين وطنية متعلقة بالتوقيع الالكتروني وتفاديها مسألة وضع تعريفات دقيقة قد تعرق الدول في ذلك فان التوقيع الاوروبي بالرغم من يكونوا بشكل اطار عام للقوانين الدول الاعظام في الاتحاد الاوروبي الا انه فصل في مسألة التوقيع الالكتروني اكثر تعريفا وانواعا وشروطا وحتى انه بيين القيمة القانونية فيما بين انواع التوقيعات ذاتها وبينها وبين التوقيعات حتى اليدوية التقليدية طبعا بقى بالنسبة لتعريف التوقيع الالكتروني بالنسبة لتشعاع بعض الدول فانه التعريف اللي اورده التوجيه الاوروبي اخذت به معظم الشعاعات الاوروبية فزي مثلا القانون المدني الفرنسي فقد ورد تعريف التوقيع بشكل عام والتوقيع الالكتروني بشكل خاص في نص المادة 1316 فقر 4 المضافة بالقانون رقم 230 على 2000 انه بتنص هذه المادة لان التوقيع الالكتروني ضروري لاكتمال التصرف القانوني وهو يحدد هوية من يتج به يبقى اذا القانون المدني الفرنسي ايضا كان له باع في هذا الامر باعتباره طبعا من اهم القوانين اللاتينية وابرزها هو ذلك القانون اللي ايضا كان على الرغم من انه من القوانين القديمة جدا الا انه دايما بيتعرض للتطور والتجديد وبالتالي هو ايضا تعرض لمسألة التوقيع الالكتروني من ضد الامور ايضا اللي بيعبر عنها هذا التشريع الفرنسي هو ان التوقيع الالكتروني اللي بيعبر عن رضاء الاطراف بالالتزامات في النشاعة عن هذا التصرف وطبعا لما بيتم التوقيع الالكتروني بواسطة موظف عام بيكتسب هذا التصرف صفة رسمية ولما بيكون التوقيع الالكترونيا بيقتضي استخدام وسيلة امنة لتحديد الشخص بحيث بتضمن صلته بالتصرف اللي وقع عليه وبيفترض امان هذه الوسيلة مدام ما فيش دليل مخالف بمجرد وضع التوقيع الالكتروني اللي بيجري بمجابه شديد شخص الموقع وطبعا بيضمن سلامة التصرف وده بالشروط اللي بيحددها مرسوم بيصدر عن مجلس الدول يبقى طبعا هنا في القرون المدني الفرنسي جاء متطور في هذا الشأن ووضع مجموعة من القواعد وبالتالي حدد اذا كان هيتم التوقيع الالكتروني بموظف عام هكتسب صفة رسمية وكمان وضع مجموعة من الشروط التي تفترض سخطة هذا التوقيع الالكتروني وبناء على ذلك جاءت المادة الاولى من المرسوم الفرنسي رقم اه متين اتنين وسبعين على الفين وواحد صدر في تلاتين تلاتة الفين وواحد وده كان تطبيق للقانون متين وتلاتين على الفين آآ سالف الزكر وده حط الشروط التي يجب توفرها في التوقيع الالكترون آآ كانت الشروط اللي وضعها ذلك المرسوم بالقانون الفرنسي بالنسبة للتوقيع اولا ان كل التوقيع طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع عن غيره وذلك باستخدام وسيلة تقنية امنة تسمح بذلك وتضمن صلة الموقع بالتصرف القانوني الذي يوقع عليه ثانيا ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره ثالثا سيطرت الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني وكذلك امكانية كشف آآ آآ عية عديل او تبديل في بيانات المحرر او توقيع الالكتروني ويتضح من كده ان المشارع الفرنسي وضع مفقوم موحد للتوقيع الالكتروني من دون انه يفرق بين توقيع تقليدي وتوقيع الالكتروني فيما يتعلق بحجية كل منهم الاسبات على ان يكون طبعا التوقيع مميز لشخص صاحبه بيتم باجراءات معينة وتضمن سرية بيانات هذا التوقيع وطبعا من ضمن القوانين الغربية ايضا اللي امريكي نظام وتنظيم محكم سواء على المستوى الفيدرالي او على المستوى الولايات لكن طبعا بالنسبة لنا التناول هو القانون الفيدرالي اللي عرف التوقيع الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الصادر في آآ تلاتين سبعة الفين بانه آآ اصوات او اشارات او رموز او اي اجراء اخر بيتصل منطقيا بالنظام معالجة المعلومات الالكترونيا ويقترم بتعاقد او مستند او محرر وبيستخدموا الشخص قصدا التوقيع على المحرر وطبعا متقدر الاشارة انه هناك تشريعات غربية اخرى تناولت مسألة تعريف التوقيع الالكتروني الا ان كلها ما بتخرجش عن نطاق ما ورد بالقانون الفرنسي والامريكي واندركزوا كلهم على وظائف التوقيع الالكتروني بغض النظر عن الشكل الالكتروني اللي بيتتخذه والوسيلة التكنولوجية اللي بيتم اما في الدول العربية فنجد ان اغلبية التشريعات المنظمة لمعاملات التوقيع الالكترونية عرفت توقيع الالكتروني زي مادة تانية من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لدولة الامرات العربية المتحدة ودي اللي عرفت التوقيع الالكتروني بين التوقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة اه اه دي شكل الالكتروني ملحق او مرتبط منطقيا برسالة الالكترونية وممهور بنية توطيق او اعتماد تلك الرسالة اه وفي مصر ايضا صدر القانون خمستاشر لسنة الفين واربع الخاص بالتوقيع الالكتروني وده كان في المادة الاولى منه عرف التوقيع الالكتروني بانه ما يوضع على محرر الالكتروني وبيتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وبيكون له طابع اه متفرد بيسمح بتحديد اه شخص الموقع ويميزه عن غيره اه يبقى اذا هي تشريعات الدولية كلها او التشريعات الوطنية كلها بتدور في فلك افكار معينة بيوجد بينهم بعض الفرقات البسيطة انما هم جميعهم اه بيتفقوا على امور واحدة اه اه هي انه دايما البحث عن ان يكون هذا التوقيع الالكتروني بيسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره بالاضافة الى اختلاف وطبعا رضاءه عن المستند اللي بتوقيع عليه اه دا غير طبعا اختلاف بعض التفاصيل والامور من القانون الى اخر وبالتالي احنا بنلاحظ من مجمع التعريفات السابقة ان التوقيع الالكتروني في كافة القوانين المنظمة له والمنظمة للتجارة الالكترونية واحدة تالية لانه التعريفات زي ما اه وضحنا اللي جاتل التوقيع الالكتروني في بعض الدول عاملة قوانين مستقلة للتوقيع الالكتروني وفي بعض الدول تتعرض تتعرض لها في قوانين التجارة الإلكترونية طبعا مع اختلاف الألفاظ ولكن المضمون جاء واحدا في هذه القوانين وطبعا اختلفت الأسليب التي بيتم خلعها على التعريف دونما تغيير في مضمون التعريف ذاته والسبب في ذلك هو وحدة المصدر اللي استقط منه هذه التشريعات موضوع التنظيم التفقيل الإلكتروني وهي طبعا مجموعة التشريعات الدولية زي القانون النموذجي اليوني سترال وغيرها وطبعا هذه التعريفات ركزت على الصور والأشكال على سبيل المثال طبعا مش على سبيل الحصر حتى تتسع مستقبلا لأي صور أو أشكال قد تظهر للتوقيع الإلكتروني وهذا طبعا عشان توفير مرونة أكثر للمتعاملين في اختيار الوسائل اللي بيقرونها بتكفل الأمن والثقة في هذا التطور هنتكلم على تاني فكرة للتوقيع الإلكتروني تتعلق بما هيته وهي صور وخصائص التوقيع الإلكتروني طبعا أدى التطور الحاصل في نطاق نظام المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من الصور اللي بيتخذها التوقيع الإلكتروني واللي بتختلف باختلاف الطريقة التي تتم بيها كما تختلف من حيث قدرتها على توفير الثقة والأمان ووسائل الحماية اللي بتعتمد على الوسيلة القانية المستقبلة. بالنسبة لصور التوقيع الإلكتروني لم يعد التوقيع الإلكتروني مقتصرا على صورة واحدة طبعا لأنه أصبح هناك تقدم هائل في التكنولوجيا بل ظهرت صور جديدة للتوقيع الإلكتروني. من هذه الصور أولا فكرة التوقيع الرقمي وهنا بيعتبر التوقيع الرقمي من أهم صور التوقيع الإلكتروني نظرا لما يتمتع به من قدرة فائقة على تحديد هوية أثراف العقل حديدا دقيقا ومميزا إضافة لما يتمتع به من درجة عالية من الثقة والأمان في استخدامه وتطبيقه عند إبرام العقود التجاري وهذا التوقيع الرقمي بيمثل آآ في تلك آآ الرموز السرية والمفاتيح المتماثلة وغير متماثلة من حيث باعتماده على آآ لغة نيات آآ ومعادلات رياضية معدة من النحية الفنية وده طبعا باستخدام برنامج محدد لأحد إنه يكشف عن الرسالة إلا الشخص الذي يحمل مفتاح فك التشفير آآ والتحقيق من أي تحويل آآ للرسالة إنه تم باستخدام المفتاح الخاص إدافة إلى تحققه من أن الرسالة الواردة لم يلحقها أي تغيير أو تعديل إذا ده أول صورة من صور التوقعات الإلكترونية وهو آآ التوقيع الرقمي وده طبعا من أبرز الصور وأكثرها آآ انتشارا وده بيكون عبارة آآ عن آآ صورة آآ ثبتة آآ من التوقيع بتتم عن طريق برنامج بيكون مؤمن آآ وطبعا آآ آآ بيكون آآ هذا البرنامج قائم على آآ لغارتهم آآ لغارتهم معين ومعادلات رياضية بتعمل بطريقة فنية بتهدف آآ في النهاية إلى آآ آآ تأمين هذا التوقيع مشتى الزق آآ ثاني صورة من صور آآ آآ التوقيع الإلكتروني هي التوقيع بالقلم الإلكتروني والطريقة دي بتتمثل في استخدام القلم إلكتروني حساس بيمكن آآ يمكنه الكتاب على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج هو المسيطر والمحرك آآ لكل العملية وطبعا هذا البرنامج بيقوم آآ بوظفتين أساسيتين آآ لهذا النوع من التوقعات الأولى هي خدمة التوقات التوقيع والثانية خدمة حق من صحة التوقيع وهذه الطريقة قائمة على آآ لية عمل معينة تتمثل في نقل توقيع المحرر بخط اليد بواسطة بواسطة التصوير بالمسح الضوئي ونقل الصورة إلى صورة رسالة إلكترونية يراد بها إضافة هذا التوقيع إليها لإضافة أو لإطفاء الحجية عليها آآ وبالرغم من سهولة استخدام هذه الوسيلة إلا أنها محفوفة بالمحاطر آآ بالمخاطر لأنه بيكون من الصعوبة في بعض الأحيان نسبة رسالة إلى موقعها لأنه قد يتسنى آآ للمرسل إليه الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع التي وصلته واعادة وضعها على أي آآ وثيقة محررة عبر وسيط إلكتروني ويدعي أن وضاعها هو صاحب التوقيع آآ الفعلي يبقى بكده هذه الصورة هي الصورة التانية توقيع بالقلام الإلكتروني ولكن آآ يبدو أن هذه الوسيلة آآ 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 تحيط بها بعض المخاطر المتعلقة بالأمان وهي فكرة أنه من الممكن أن يتم تداول هذا التوقيع آآ آآ عقب استخدامه من شخص الموقع وده أمر طبعا يشكل خطورة كبيرة وبالتالي آآ آآ تعد هذه الوسيلة من الوسائل المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للنوع الثالث من التوقيعات الإلكترونية التوقيع الكودي المتعلق بالبطاقات الممغنطة دي الصورة من أكثر الصور شيوعا في حياتنا العملية بتقوم البنوك بإصدار بطاقات الإقدمان والتي تستخدم في السحب النقدي من خلال بطاقات الصراف الآلي والتي تخول حاملها إمكانية سحب مبالغ نقضية من حسابه بحد متفق عليه بينه وبين البنك مصدر البطاق إضافة إلى ما تقوم به أيضا من عمليات دفع عبر الإنترنت تحتوي هذه البطاقة على رقم سر لا يعرفه إلا صاحبه والذي يخول له الدخول إلى حسابه وإجراء العمليات التي يريدها عالة إتمام العملية من خلال الصراف الآلي لصورة صحيحة وحصول العميل في عملية السحب مثلا على المبلغ الأراضه فبالتالي ياخد شريط ورقي الرسيت اللي بيثبت فيه المبلغ اللي تم سحبه والتاريخ والساعة والمبلغ المحسوب ورصيد المتبقي كل هذه الإجراءات قلت جميعنا التوقيع التقليدي لما تميز به طبعا هذا التوقيع من الأمان والثقة وتميز صاحب البطاقة طبعا صاحب البطاقة من خلال هذا التوقيع الكودي ودي طبعا من أكثر الصور المنتشرة واللي أصبحت العمليات تقليدية اللي كانت بتتم بين العميل صاحب الحساب والبنك بتتم من خلال البطاقة الممغنطة وتعامل صاحبها مع آآ آآ مع البنك مصدر البطاقة من خلال هذه البطاقة والتي تسمى بطاقة آآ الصراف الآلي أو بطاقات الاقدمان أو غيرها من صور هذه البطاقة من أهم الأمور بقى الحديثة في عصرنا وهو توقيع البيومتري آآ الحقيقة إن الإقبال على إجرام المعاملات بشكل عام وفي مجال المعاملات التجارية والبنكية بشكل خاص بيتوقف على مدى ما توفره الجهات من وسائل الأمان بتكفل السرية والخفة في التعامل فتحقيقا لهذا الهدف توصلت البنوك العالمية الكبرى إلى الاعتماد على الخواص الذاتية للإنسان ويقوم هذا على أساس التعقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الصفات الجسمانية للأفراد زي البصمة الشخصية مسح العين البشرية التعرف على الواجه البشري التواصل يد البشرية التعقق من نبرة الصوت والتوقيع الشخصي وبيتم التأكد من شخصية المتعامل عن طريق إدخال معلومات للحاسب أو الوسائل الحديثة زي التقاط صورة دقيقة لعين المستخدم أو صوته ويتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب ليقوم بعد ذلك بالمطابق وطبعاً مسألة كلمة البيومترية ده معناها مجموعة من الصفات اللصيقة بالإنسان المتعلقة بشكله وخواصه طبعاً هذه الأمور أبرزها بصمة العين بصمة الأصابع طبعاً طبعاً التعرف على الوجه البشري نفسه غير طبعاً نبرة الصوت كل هذه الأمور طبعاً لها البرامج اللي اعتمدتها البنوك وغيرها وهذه الخواص بيتم أو الصفات الجسمانية بيتم الاحتفاظ بيها في ذكرات الحاسب عشان بعد كده لما يتقدم الشخص يبقى تظهر عملية المطابقة وده طبعاً هذه القياسات البيومترية موجودة حتى من خلال الهواتف المحمولة انه من الممكن ان يحصل مطابقة للقياسات البيومترية اما بالنسبة لخصائص التوقيع الإلكتروني فيتميز التوقيع الإلكتروني بعدة خصائص الأهمها ان التوقيع الإلكتروني بيتم عبر وسائل الإلكترونية طبعاً طريق أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت أو على استوامة حيث أصبح بإمكان أطراف العقل الاتصال ببعضهم البعض والاطلاع على وثائق العقل والتفاوض بشأن شروطه وكافية إبرامه وإفراغه في محرارات إلكترونية وأخيراً إجراء توقيع الإلكتروني يعني لم يشترط طبعاً في التوقيع الإلكتروني صورة معينة بس أنه ممكن يأتي على شكل حرف أو رمز أو رقم أو إشارة أو حتى صوت المهم فيه أن يكون ذو طابع منفرد يسمح بتمييز شخص صاحب التوقيع وتحديد هويته وإظهار رغبته في إقرار العمل القانوني والرضى بمضمون ده بالإضافة إلى أن الوظيفة الرئيسية للتوقيع الإلكتروني هي الإفاظ على مضمون المحرر الإلكتروني وتأمينه من التعديل بالإضافة أو الحسب ده طبعاً عن طريق ربط المحرر الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني يبقى إذن هذه الخصائص أو أهمها أن يكون هذا التوقيع تم عبر وسائل الإلكترونية عدم اشتراط صورة معينة للتوقيع الإلكتروني وفكرة الحفاظ على مضمون المحرر الإلكتروني وتأمينه من التعديل بالإضافة أو بالحزف عن طريق ربط المحرر الإلكتروني بالتوقيع الإلكتروني من ضمن الخصائص أيضاً أن التوقيع الإلكتروني بيحقق الأمان والخصوصية والسرية في نسبته للموقع وبالنسبة للمتعاملين وخاصة من استخدام شبكة الإنترنت وعقود التجارة الدولية وذلك عن طريق إمكانية تقديد هوية الموقع ومن ثم حماية المؤسسات من عملية تزوير التوقيعات طبعاً التوقيع الإلكتروني بيحدد شخصيات الموقع ويميزه عن غيره وده طبعاً أمر بديه وطبعاً استناداً للخصائص السابقة اللي احنا ذكرناها في عدة فروق جوهرية بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي بنوردها فيما التوقيع العادي ده عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى أنه فن وليس بعلم ومن هنا يمكن تزوير أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فن ويصعب تزويره حيث بأنه بيتم التوقيع الإلكتروني بواسطة برنامج كومبيوتر خاص لهذه الغاية طبعاً التوقيع العادي الذي يقوم به الإنسان هو عبارة عن خطه الشخصي اللي بيعبر عنه من خلال رسمة وبالتالي فهو فن من الممكن أنه بيتم تقليده أو تزويره أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فهو أمر قائم على عمليات رياضية معاملات رياضية وخوارزميات من خلال مجموعة من البرامج وبالتالي هذا أمر غير قابل أنه يتم تقليده أو تزويره هو أمر غاية الصعوبة لأنه كمان هناك ما يسمى بجهات التحقق أو برامج التحقق من صحة التوقيع وبالتالي فإنه لا يمكن خداع مثل هذه البرامج اللي بتقوم على معادلات رياضية وخوارزميات ثبتة يتم وضعها من أجل التحقق من صحة التوقيع من ضمن الفروق أيضاً التوقيع التقليدي بيتخذ شكل معين زي الأمب أو الخيط أو بصمة الإصبع والموقع طبعاً بيغتر له عايزه لأن القوانين أغلبها نصت أن هذه الوسائل تتماثل فيما بينها وتتفق سواء الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع والموقع الحر في الاختيار أما التوقيع الإلكتروني فإنه لا يشترط شكل معين فالمهم أن يكون التوقيع طابع منفرد بيسمح بتمييز الشخص الموقع وتقديد هويته دون طبعاً قديد الصور على سبيل المثال أو العصر من ضمن النقاط أيضاً اللي فيها فروق بينهم التوقيع التقليدي بيوضع على دعامة مادية بتكون في الغالب دعامة ورقية تحيك الشكل الذي تم التصرف به من خلال الحضور المادي للأطراف في مجلس واحد أما التوقيع الإلكتروني فبيتم عبر وسيط مادي أو إلكتروني وبيتم عبر شبكة الإنترنت بين أشخاص لا يجمعهم مجلس واحد أيضاً من ضمن الفروق أن التوقيع التقليدي يقوم بوظفتين فهو بيحدد هوية الشخص الموقع ويعد دليل على الفضور المادي أثناء التوقيع أما التوقيع الإلكتروني فوظائفه تنحسر في أنه بيحدد هوية الشخص الموقع ويحقق الأمان والثقة في صحة التوقيع ونزبطه لصحابه وكذلك يمنح صفة المحرر الأصل المستند مما يجعل منه دليل للإسم طبعاً ننتقل الحديث عن فكرة أخرى هي فكرة وظائف التوقيع الإلكتروني من تعريفه التوقيع الإلكتروني في قانون الأونسترال النموذجي من قوانين الدول العربية اللي أخذت به نجد أنه بيحقق أكثر من وظيفة وهي تقديد هوية الشخص الملتزم بالإضافة للتزام وبضمون السند الموقع عليه وإقراره وطبعاً يمكن إجمال وظائف التوقيع الإلكتروني في ثلاث وظائف أساسية هي تحديد هوية الموقع لأنه تعريف التوقيع الإلكتروني يتجه إلى اللزوم أن يدقق فيه الشخص الموقع واعتبرت قانونين التجارة الإلكترونية أن تحديد هوية الشخص الموقع هو إعطاء حجية التوقيع الإلكتروني ثانياً التعبير عن إرادة الموقع على السند الوظيفة الثانية للتوقيع الإلكتروني والتي تظهر من خلال تعريف القوانين والفقه له هي إظهار التزام الموقع لمحتوى العقد الذي يزيل به وده طبعاً لكي يظهر رضا الموقع بمضمونه كاملاً من هنا نرى أنه وسيلة للتعبير عن الإرادة يبقى إذا التوقيع الإلكتروني له مجموعة من الوظائف أولها حديد هوية الموقع والتعبير عن إرادة الموقع على السند وده طبعاً كلها من الأمور اللصيقة والمترتبة على تعريف التوقيع الإلكتروني طبعاً من ضمن الوظائف أيضاً للتوقيع الإلكتروني هو إثبات سلامة العقل تعتبر هذه الوظيفة الأهم والوظيفة الحديثة للتوقيع الإلكتروني أنه يؤدي للحفاظ على مضمون مجتوى العقل وتكامله لأن هذه الوظيفة الإلكترونية اللي بيتم تبادلها عبر شبكة الإنترنت بتكون أكثر عرضة للمخاطر لكن بيتم التغلب على هذه المخاطر عن طريق التشغيل وده طبعاً اللي شفناه في توقيع الرقم هلنتكلم دلوقتي عن المحور الثاني من محاول المحاضرة وهو شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات أنه حتى يتمتع التوقيع الإلكتروني بحجية في الإثبات لابد أن يستوفي الشروط التي تم نحو الحجية القانونية والتي يؤدي عدم توفرها إلى عدم تحقق وصف التوقيع الإلكتروني وبيشترط في التوقيع الإلكتروني عموماً حتى يقوم بوظيفته من الشروط مجموعة يمكن تصنفها لنعيب من الشروط شروط قانونية اللي ستتطلب في كل توقيع وشروط تكنولوجية تقنية خاصة بالتوقيع الإلكتروني شروط القانونية للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني في الإثبات فإحنا ممكن نعبر عنها أو ناخد مثال بقانون التوقيع الإلكتروني المصري بيتباره كان قانون مخصص للتوقيع الإلكتروني صدر سنة ألفين واربعة وهو كان نص على أن التوقيع الإلكتروني بيتمتع في إطار المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بحجية في الإثبات كتلك التي يتمتع بها التوقيع التقليدي وطبعا قيد ذلك بمجموعة من الشروط التي يلزم توفر إذا فيما يتعلق بهذا المحور المتعلق بشروط حجيات التوقيع الإلكتروني هذه الشروط منها ما هو شروط قانونية تتعلق بجوانب قانونية وترجع كلها إلى قاعد الإثبات ومنها ما هو متعلق بمسائل أو شروط تكنولوجية قانية خاصة بالتوقيع الإلكتروني دي طبعا مش مسائل قانونية وإنما هي مسائل وشروط تكنولوجية قانية على غرار المحررات الإلكترونية أو الكتابة الإلكترونية التوقيع الإلكتروني برضو ليه شروط عشان يتم الاعتداد به ويحوز حجية في الإثبات القوانين اللي بتنظم التوقيعات الإلكترونية بتنص على أن التوقيع الإلكتروني يتمتع في إطار المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بحجية في الإثبات كتلك التي يتمتع بها التوقيع التقليدي يبقى أي قانون بينظم التوقيع الإلكتروني حيكون بيوضح للمواطن وبيوضح للمخاطبين بالقانون أن التوقيع الإلكتروني زيه زي التوقيع التقليدي وطبعا هذا التوقيع الإلكتروني له مجموعة من الشروط أول شرط منهم عشان يحوز الحجية ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع لأن الكشف عن هوية طرفين العلاقة التعقدية ده من أهم الوظائف التي يؤديها التوقيع ومش ممكن أبدا أن التوقيع الإلكتروني يبقى له حجية في الإثبات إلا لو كنت تقدر أخليه متصل بهذا الموقع ويحدد لهوياته وإذا تجرد من هذا الأمر يبقى فقط حجيته في الإثبات لأن توقيع وهمي ليس له أي وجود وطبعا كل القوانين اللي بتنظم التوقيع الإلكتروني برضو أكدت على هذا الشرط لأن ده من الدعائم القانوني للتوقيع الإلكتروني وده نفسه الذي يشير إليه التوقيع التقليدي في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وهي فكرة أن يكون هذا التوقيع مرتبط بالموقع ويمكن نسبته إليه أما إذا كان الأمر بعيد عن إمكان نسبته إلى أحد فهذا توقيع وهمي لا حجية له الشرط الثاني عشان التوقيع الإلكتروني أو التوقيع يحوز الحجية القانونية في الإثبات هو سيطرة الموقع على التوقيع يعني إيه سيطرة الموقع على التوقيع؟ التوقيع الإلكتروني مش هيكون له أي حجية في الإثبات إلا لو فيه سيطرة كاملة على الوسيط الإلكتروني بمعنى إن مفيش أي شخص يقدر يفك شفرة أو رموز التوقيع أو يتلاعب في هذا التوقيع قانون الأونسترالي النموزاجي بشأن التوقيعات الإلكترونية نص على إن التوقيع الإلكتروني يصير قابل للتعويل عليه إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر والليحة التنفيذية للقانون التوقيع الإلكتروني المصري وضحت إزاي تتحقق السيطرة للموقع دون غيره وده من الناحية الفنية والتقنية ده بيكون عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ الشفرة الخاصة متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السري المقترم بها وده معناه سيطرة الموقع على هذا التوقيع إنه لا تمتد له يد الغير من خلال احتفاظه بشفاراته وبطاقات الذكية المؤمنة والأكواد الخاصة به دي فكرة سيطرة الموقع على التوقيع اللي تكلم عنها القانون الأونسترالي النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونية وكل التشريعات أو أي تشريع نظم التوقيع الإلكتروني لازم هيكون تكلم عن هذه الفكرة سواء بتوضيح إزاي تحقيق سيطرة الموقع على التوقيع أو مجرد ترديد للمبدأ وتأكيد عليه الشرط الثالث من الشروط الوجب توفرها لكي يحوز التوقيع الإلكتروني للحجية هو كشف أي تعديل أو تغيير في بيانات التوقيع الإلكتروني ده معناه أنه عشان يؤدي هذا التوقيع وظفته في الإثبات ويكون دليل على إقرار الموقع بما ورد في المستند أو المحرر أن يقر الموقع على ما تضمنه المحرر وأن يكون التوقيع متصل بالمحرر اتصال مادي مباشر بعرى وثيقة دائمة ومستمرة غير قابلة للإنفصال بحيث أنه يبقى سهل أن نحن نحفظه أو نسترجعه بطريقة تقنية آمنة في أي وقت محتاجين استخدمه كأدات إثبات وده طبعا بيضمن سلامة المحرر من العبس والتلاعب بيه أو التعديل أو التغيير خاصة لأن فيه تطورات معلوماتية وتقنية خلت أنه من الممكن أن نخزن البيانات على دعائم إلكترونية مشفرة وغير قابلة للتعديل ونقدر أن نستعيدها في أي وقت وبالتالي نقدر نحافظ على مضمون المحرر وسلامته وده طبعا بيستلزم أن نكون قادرين على حماية هذا المحرر من التلاعب أو التدخل فيه وبالتالي يظل حامل لتوقيع هذا الشخص الذي نسب إليه المحرر دون تلاعب أو تغيير في بيانات هذا التوقيع ده طبعا مع العلم أن فيه حاجة دلوقتي اسمها جهات التصديق الإلكتروني وده بتؤدي دور في حفظ التصرفات بأمان وسرية وبيستمد منها المتعقدين السقة اللازمة وده طبعا عشان حماية للتوقيعات وفي نقطة مهمة جدا مرتبطة بالشرط التالت المتعلق بعدم القابلية للتعديل أو اكتشاف التعديل على الرغم أن تعديل المحررات الموقعة إلكترونيا أصبح أمر صعب نظرا لتطور العلم الهائل إلا أن التشريعات العربية احتاطت ونصت على كيفية اكتشاف أي تعديلات أو تغييرات من الناحيتين الفنية والتقنية ممكن أن تطرق على المحرر الإلكتروني الموقع الإلكترونية وده من خلال تقنية شفرة المفتاح العام والمفتاح الخاص وده طبعا من المسائل التقنية الخاصة وبمضاهات شهادة التصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني بأصل الشهادة وتلك البيانات ده معناها زي ما كان فيه مضاهات للتوقيعات التقليدية عندنا مضهاء وتصديق إلكتروني وبالتالي فدي كلها من الأمور اللي كانت فطنت إليها العديد من التشريعات خاصة التشريعات العربية ونصت على هذه الفكرة وكيفية إجراء المضهاء للتوقيع الإلكتروني هنتكلم دلوقتي على شروط التكنولوجية والتقنية للتوقيع الإلكتروني مجمل القوانين لنظمة التوقيع الإلكتروني تكلمت على مجموعة من شروط اللي يجب توفرها في التوقيع الإلكتروني حتى يمكن الاحتجاج به في الإثبات أهمها الموثوقية اللي جاءة من السابق تعني أن يكون التوقيع الإلكتروني توقيعا آمنا وأن يتم التأكد من سخطه بشهادة تصديق معتم أولا أن يكون التوقيع الإلكتروني توقيعا آمنا وعشان يكون التوقيع الالكتروني توقيع عامن يجب ان يكون التوقيع الالكتروني الخاص بالموقع وكمقصود بذلك ان تكون بيانات انشاء التوقيع او ما يطلق عليها القانون الفرنسي معطيات انشاء التوقيع زي المفتاح الخاص في التوقيع الرقمي او بصمة الاسبع او بصمة العين في التوقيع البيومتري او الكود السري في التوقيع الكودي كل هذه يجب أن تكون خاصة بالمواقع وحده بمعنى أن تكون خصرية على شخص واحد فقط وهو المواقع يبقى من أولى الشروط التكنولوجية والتقنية أن يكون التوقيع الإلكتروني توقيعا آملا ده طبعا أولى الأمور المرتبطة بفكرة أمانة توقيع الإلكتروني طبعا هناك فكرة أخرى خاصة بأن يتم التأكد من صحة التوقيع بشهادة تصديق معتبا والفرط ده كان محل اتفاق بين معظم القوانين اللي تبنت التوقيع الإلكتروني فنجد أن التوجيه الأوروبي نص على هذا الشرط في الفقرة التانية من المادة التانية واللي بتنص على جملة من الشروط التي يتعين أن تتوافر في التوقيع المؤمن من بينها ارتباط التوقيع الإلكتروني فقط بالموقع وكمان قانون اليونسترال النموزاجي للتوقيع الإلكتروني الصادرة عام 2001 نص على هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة الستة بأن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع وما يكفيش أن يكون التوقيع الإلكتروني هو الخاص بالموقع واحده قد يكون هذا التوقيع آمناً بل يجب أن يكون الموقع مسيطراً على وسائل إنشاء التوقيع الإلكتروني وذي المرسوم الفرنسي في الفقرة الخامسة من المادة الأولى يعرف أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني بأنها شيء مادي أو برنامج حسب آلي لإنشاء معطيات توقيع الإلكتروني وتجد أن القانون اليونسترال النموزاجي خاص بالتوقعات الإلكترونية عند تناول هذا الشرط نص على أنه إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص أخر هو كده خلط بين وسيلة إنشاء التوقيع وبين معطيات أو بيانات إنشاء التوقيع وما بالنسبة للقانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي غنص على نفس العبارة وهي أن تكون وسائل إنشاء التوقيع تحت سيطرة الموقع وعبر القانون المصري عن هذا الشرط في المادة 18 بسيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني وبيقصد بالوسيط الإلكتروني الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع الإلكتروني وبالتالي يجب أن تكون وسيلة إنشاء التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع أو يتحكم فيها وحده حيث لا يستطيع أن يتحكم فيها شخص آخر غيره كيف تكون البيانات أو المواطيات نتجة عن هذه الوسيلة خاصة بالموقع فقط ومرتبطة به يبقى إذن هذا الأمر أيضاً الاتفاق بين أغلب القانون إنه لابد أن تكون وسائل إنشاء التوقيع تحت سيطرة الموقع وحده طبعاً تكلم عنها البعض إنها سيطرة الموقع دون غيره على الوسيط الإلكتروني ولكن هما باختلاف الأمر هو ذات الفكرة وده طبعاً كله مرتبط بفكرة تقيق الأمان والثقة للتوقيع الإلكتروني من خلال إنه يكون توقيع آمن هذا الأمر كله بعنوان أن يكون التوقيع الإلكتروني توقيعاً آمن طبعاً المسألة الثانية هي فكرة التصديق الإلكتروني عشان نحب فكرة الموثوقية والثقة للتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني ده هو وسيلة فرنية آمنة لتحقق من صحة التوقيع أو السنة أي تويتم نسباته إلى شخص أو كان معين عبر جهة موثوق بها أو طرف محايد يطلق عليه وقدم خدمات التصديق أولاً بالنسبة لجهات التصديق الإلكتروني يعبر فيه قانون الأمسترال النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونية على جهة التصديق الإلكتروني بمصطلح وقدم خدمات التصديق عرفته المادة التانية على أنه شخص بيصدر شهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقعات الإلكترونية أما القانون الفرنسي فقد عرف يقدم خدمة التصديق في المرسوم رقم 272 لسنة 2001 بأنه أي شخص بيقدم شهادات التصديق أو خدمات أخرى في مجال توقيع الإلكتروني والملاحظة على هذه التعريفات أنها وسعت من المجال الذي تقوم به جهات التصديق الإلكتروني فإضافة إلى درها الأساسي والمتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني فتقوم كذلك برنشاطات أخرى لها صلة بتقنية توقيع الإلكتروني طبعا البعض كان له رأي أن ذكر أنه مقدم خدمة التصديق هو أي شخص هو أمر قد يكون متعارضا مع طبيعة الخدمات التصديق التي تحتاج أن يكون الحديث عنها للأشخاص المعنوية فقط لأنه لا خير قادر الشخص الطبيعي على أن يقوم بهذا العمل النسبة لمهام جهة التصديق الإلكتروني فبادر للزهن سؤال إذا كان لجوء الأطراف إلى جهات التوثيق الإلكتروني إلزامي ولا لا التوجيه الأوروبي اللي ذكرناه سابقا ترك حرية اللجوء إلى جهات التوثيق إلى الأطراف ولم يجعلها إلزامي لكن بعض القوانين جعلتها إلزامية زي قانون التجارة الإلكترونية الإماراتي اللي قضى أنه إذا اعتمد شخص توقيع الإلكتروني لابد أن يكون معزز بشهادة التصديق ومن هنا يمكن حصر مهام جهات التوثيق في المتقاط التالي أولا التحقق من هوية المؤمن ثانيا إثبات مضمون التبادل الإلكتروني ثالثا تحديد لحظة إبرام العط بالنسبة للموقف التشريعات المختلفة من التوقيع الإلكتروني فأنه ساهمت الكثير من الهيئات والبلدان المهتمة بسن قوانين وتشريعات بتعالج قضية التوقيع الإلكتروني لتطفي عليه الصفة الإلزامية عبر الوسائل التكنولوجي بالنسبة لأهم هذه القوانين هو نتكلم على موقف قانون التجارة الأولية الأونسترال وطبعا جاء قانون الأونسترال كخطورة أيضا في الاعتراف حبية التبقية الإلكتروني والتعاملات التجارية اللي بتتم عبر الإنترنت ويقتضح من خلال ما ورد في المادة السادسة من هذا المشروع أنه بيعتبر التوقيع الإلكتروني قابلا للتعويل عليه لغرض الوفاء بالاشتراك المشارع عليه في الفقرة إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة في السياق التي تستخدم فيه بالموقع دون شخص أي أخر أو كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع توقيع لسيطرة الموقع دون أي شخص أخر فضلا عن أن أي تغيير في التوقيع الإلكتروني يجرى بعد حدوث التوقيع يكون قابلا للإكتشاف وأن يكون الغرض من اشترات التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للإكتشاف والمد المذكورة بتوضح أنه لابد من وجوب توفر هذه الاشتراتات حتى يصبح التوقيع مقبولا وله الحجية الكاملة في الإسم وردت هذه الشروط بكل تفصيل حتى لا يترك مجال توضيع المادة السابعة من نفس المشروع بيّنت السلوج الذي لابد أن يتوفر في الموقع والتي يجب أن يتصف بها في توقيع وبيّنت المادة تسعة من نفس المشروع اللي التزامات الوقع على العاطق مقدم خدمات التصديق أو هيئة إصدار الشهادات حيث توفر تلك الالتزامات ضمان قيام هذه الجهة بالخدمة المطلوبة منها مما يزيد من الأمان والثقة في توقيع الإلكتروني بالنسبة لموقف التوجيه الأوروبي في هذا الشكل نص التوجيه الأوروبي على وجوب الاعتراف بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني حيث نصة المادة الخمسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية على الدول الأعضاء التي تكفل أن التوقيع الإلكتروني يستند إلى شهادة موهلة والذي يتم إنشاءه بوسطة أداء إنشاء آمنة لها نفس الحجية القانونية بالنسبة للتوقيع بخط اليد وتكون مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية وعلى الدول الأعضاء تكفل أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع الفعالية القانونية كدليل في الإجراءات القانونية وحدها بحجة أنه في شكل إلكتروني أو لا يستند إلى شهادة مؤهل أو لا يستند إلى شهادة مؤهل صادر عن المعتمدين لقدم خدمة التصديق أو أنه لا يتم إنشاءها بوسطة إنشاء توقيع آمنة بيبين مضمون المادة المذكورة أن التوجيه الأوروبي ساوى بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني كما دع إلى عدم رفض التوقيع الإلكتروني الذي لا يحوز على مصادقة عليه من قبل مقدم خدمات التصديق يبقى هنا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للتوجيه الأوروبي أنه دعا الدول الأعضاء أنها لا تهدر حجية المحرر الذي لم يتم التصديق عليه من قبل مقدم خدمات التصديق وده طبعا أمر من الأمور الهمة لأنه فكرة اشتراط التصديق زي ما تبيننا هي مسألة متبينة ما بين التشريع المختلفة البعض اجعلها إلزام زي القانون الإماراتي والبعض لم يجعلها إلزامية وده موقف في التوجيه الأوروبي أنه ما خلهاش إلزامية بالنسبة للموقف التوجيه الأوروبي في هذا الشكل نص التوجيه الأوروبي على وجوب الاعتراف بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني حيث نصت المادة الخمسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية على الدول الأعضاء التي تكفل أن التوقيع الإلكتروني يستند إلى شهادة مؤهلة والذي يتم إنشاءه بوسطة أداء إنشاء آمنة لها نفس الحجية القانونية بالنسبة للتوقيع بخط اليد وتكون مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية وعلى الدول الأعضاء تكفل أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع الفعالية القانونية كدليل في الإجراءات القانونية وحدها بحجة أنه في شكل إلكتروني أو لا يستند إلى شهادة مؤهل أو لا يستند إلى شهادة مؤهل صادر عن المعتمدين لتقدم خدمة التصديق أو أنه لا يتم إنشاءها بوسطة إنشاء توقيع آمنة بيبين مضمون المادة المذكورة أن التوجيه الأوروبي سوى بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني كما دع إلى عدم رفض التوقيع الإلكتروني الذي لا يحوز على مصادقة عليه من قبل انقدم خدمات التصديق يبقى هنا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للتوقيع الأوروبي أنه دعا الدول الأعضاء أنها لا تهدر حجية المحرر الذي لم يتم التصديق عليه من قبل مقدم خدمات التصديق وده طبعا أمر من الأمور الهمة لأنه فكرة اشتراط التصديق زي ما تبيننا هي مسألة متبينة ما بين التشريعات المختلفة البعض اجعلها إلزام زي القانون الإماراتي والبعض لم يجعلها إلزامية وده موقف التوجيه الأوروبي أنه ما خلدهاش إلزامية هنتكلم على المحور الأخير من محور محاضرتنا وهو الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني دائما مدام بنتكلم على حماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني يبقى بنتكلم عن جريمة ونتكلم عن عقا من الطوانين اللي أولت للتوقيع الإلكتروني حماية جنائية شاملة هي التشريعات السعودي ومنذ فترة طويلة قانون التعاملات الإلكترونية الصادر في 27.3007 كان قانونا شامل للمعاملات الإلكترونية ونظم مسائل كتير من بينها التوقيع الإلكتروني ولكنه كان مختلفا في تعداده لكافة الصور التي ممكن أن ينشأ عنها جرائم متعلقة بالتوقيع الإلكتروني نظم في المادة 23 مجموعة الجرائم وفي المادة 24 وضع عليها الجزاء أو العقوبة الجنائية من ضمن الجرائم اللي نصت عليها المادة 23 هي ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة أيضا استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها ثالثا إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بإفشاءها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاما رابعا قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق بالنسبة للموقف التوجيه الأوروبي في هذا الشكل نص التوجيه الأوروبي على وجوب الاعتراف بالحجية القرنية للتوقيع الإلكتروني حيث نصت المادة الخمسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية على الدول الأعضاء التي تكفل أن التوقيع الإلكتروني يستند إلى شهادة موهلة والذي يتم إنشاءه بوسطة أداء إنشاء آمنة لها نفس الحجية القانونية بالنسبة للتوقيع بخط اليد وتكون مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية وعلى الدول الأعضاء تكفل أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع الفعالية القانونية كدليل في الإجراءات القانونية وحدها بحجة أنه في شكل إلكتروني أو لا يستند إلى شهادة مؤهلة أو لا يستند إلى شهادة مؤهل صادر عن المعتمدين لقدم خدمة التصديق أو أنه لا يتم إنشاءها بوسطة إنشاء توقيع آمنة بيبين مضمون المادة المذكورة أن التوجيه الأوروبي ساوى بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني كما دعا إلى عدم رفض التوقيع الإلكتروني الذي لا يحوز على مصادقة عليه من قبل نقدمي خدمات التصديق يبقى هنا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للتوجيه الأوروبي إنه دعا الدول الأعضاء إنها لا تهدر حجية المحرر الذي لم يتم التصديق عليه من قبل مقدم الخدمات التصديق وده طبعا أمر من الأمور الهمة لأنه فكرة اشتراط التصديل زي ما تبيننا هي مسألة متبينة ما بين التشريعات المختلفة البعض جعلها إلزام زي القانون الإماراتي والبعض لم يجعلها إلزامية وده موقف التوجيه الأوروبي إنه ما خلهاش إلزامية إنشاء طبعا شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض آخر غير مشروع ده يعد جريمة تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصدير أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى قياة من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام نقول على منظومة التوقيع الإلكتروني لشخص آخر دون تفويد سقيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستلع عليها ده أيضا جريمة انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاء زورا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قابلها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغاءها كل دي صور لجرائم نص عليها المادة 23 بالنسبة للموقف التوجيه الأوروبي في هذا الشكل نص التوجيه الأوروبي على وجوب الاعتراف بالحجيات القانونية للتوقيع الإلكتروني حيث نصة المادة الخمسة من التوجيه الأوروبي بشأن التوقيعات الإلكترونية على الدول الأعضاء التي تكفل أن التوقيع الإلكتروني يستند إلى شهادة مؤهلة والذي يتم إنشاءه بوسطة أداء إنشاء آمنة لها نفس الحجية القانونية بالنسبة للتوقيع بخط اليد وتكون مقبولة كدليل في الإجراءات القانونية وعلى الدول الأعضاء تكفل أن التوقيع الإلكتروني لا يمنع الفعالية القانونية كدليل في الإجراءات القانونية وحدها بحجة أنه في شكل إلكتروني أو لا يستند إلى شهادة مؤهلة أو لا يستند إلى شهادة مؤهل صادر عن المعتمدين يقدم خدمة التصديق أو أنه لا يتم إنشاءها بوسطة إنشاء توقيع آمنة بيبين مضمون المادة المذكورة أن التوجيه الأوروبي ساوى بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني كما دعا إلى عدم رفض التوقيع الإلكتروني الذي لا يحوز على مصادقة عليه من قبل يقدم خدمات التصديق يبقى هنا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للتوجيه الأوروبي أنه دعا الدول الأعضاء أنها لا تهدر حجية المحرر الذي لم يتم التصديق عليه من قبل مقدم الهدمات التصديق وده طبعا أمر من الأمور الهمة لأنه فكرة اشتراط التصديق زي ما تبيننا هي مسألة متبينة ما بين التشراعات المختلفة المختلفة البعض جعلها إلزام زي القانون الإماراتي والبعض لم يجعلها إلزامية وده موقف التوجيه الأوروبي أنه ما خليها إلزامية يذلك نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاء أو موقف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها ويستثنى من ذلك حق منقدم خدمات التصديق اللي ورد فيه الفخر الرابعة من المادة 18 ده كاستثناء لكن القاعدة ينشر هذه الشهادة المصادقة الرقمية المزورة أو غير الصحيحة ده جريب المادة 24 من ذات القانون نصت على الجزاءات الجنائية أو العقوبات فقالت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر يعقب كل من يرتكب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهم معا ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في الاتكاب المخالفة يبقى إذن المادة 23 عددت لنا 10 صور من الجرائم تقريبا هي دي كافة الصور اللي ممكن أن نتخيلها بشأن الجرائم التي تقع بصدد التوقيع الإلكتروني القانون دا كان مميز في هذا الشأن تصف بالشمول تعداد كبير حتى في مجال العقاب وعقبات شديدة جدا وصل بالغرامة إلى حد 5 ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهم معا وطبعا مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة دا من أبرز القوانين العربية التي أولت حماية جنائية خاصة للتوقيع الإلكتروني وكذا نكون وصلنا إلى ختام المحاضرة التسعة التي كانت بعنوان التوقيع الإلكتروني طبعا التوقيع الإلكتروني دا سلسلة من سلاسل الدهب وسلاسل التطور اللي تمت بشأن قانون الأعمال بدأت بظهور التجارة الإلكترونية وصحبها العقود الإلكترونية واستلزم ذلك بالتبعية لأنه يظهر التوقيع الإلكتروني تكلمنا عن التوقيع الإلكتروني في ثلاث محاور تكلمنا عن مفهوم التوقيع الإلكتروني تكلمنا عن الشروط المتطلبة لكي يحوز التوقيع الإلكتروني حجية واختتمنا بمحور تالت هو الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني تأياتي ومكبيري لكم وتمنياتي بالتوفيق وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة